المخدرات وباء آخر يعصف بثروة العراق الحقيقية الشباب في بلد يواجه سكانه ويلات العنف والبطالة والفقر والتهميش أصبحت آفة طعاط المخدرات خطرا جسيما يعاني منه نحو نصف شباب العراق بحسب السلطة القضائية كما أن طعاط هذه المواد المخدرة لم يعد حكرا على الذكور فقط بل امتد إلى الإناث كما تقول وزارة الصحة الحالية أن ظاهرة المخدرات والتعاطي والإدمان عليها هي بدأت ظاهرة تم تشوف المجتمع خاصة بين أوساط الشباب يعني أنه النسبة بين الذكور والإناث حوالي 90% هي متشرة بين الذكور و10% بين الإناث خاصة فئة الشباب العمر بين 20 و30 سنة المواد المخدرة اللي شاعر بالتعاطي هي مادة الكريستال المثم فيتامين ومادة الصفر واحد الكيبتاغون وبالتزامن مع ارتفاع عداد المدمنين المفزعة في العراق تتزايد يوما بعد آخر نسب حالات الانتحار والجرائم التي توصف بالدخيلة على المجتمع المحافظ يعني أضرارها كل شيء كبيرة تأثر على الجهاز العصري، تأثر على الجهاز الهضمي تأثر سبب حالات نفسية تسبب حالات الانتحار تدهور في القيام الأخلاقية تسبب تدهور في بنوع الأسرة تأثر على الأطفال، على تربيتهم، على تعليمهم تأثر على حتى علاقاتهم مع الآخرين يعني الإنسان المدمن يتحول من إنسان سوي إلى إنسان غير سوي أنه يكون همه فقط يأخذ المادة بأي طريقة يعني في بعض الأحيان التعاطي مرتبط بجرائم خلال السنوات القليلة الماضية تحول العراق من معبر للمخدرات إلى سوق رئيسة لتجارتها وتعاطيها لا سيما تلك القادمة من إيران عدنا تأتينا من جانب الشرقي مواد المخدر المحوظات الجنوبية بالأخص هي مادة كريستال ومادة الحشيشة وعدنا من جانب الغربي تأتينا المؤثرات العقلية والحبوب كبتاجون وإثناء تنصبا في جنوب العراق وبالتالي يكون تهريبة إلى دول الخليج العربي ومع استمرار سيطرة ميليشيات معروفة الانتماء على معابر العراق الحدودية تواصل هذه الآفة باستنزاف عقول الشباب المنهك بالأزمات وسط عجز تام للسلطات الحكومية عن القضاء عليها اشتركوا في القناة